اشتركوا في القناة من وقت دخلنا حلف الناتو خلصت مطالبنا يلي عطول منطلبها بدن نحط هاي الأسماء مكان اللي صفيناهن ما خلوا اسم فاشل ما حطوهن مو معقول قديش في زاران تحت جناحاتهم شو بتتخيل انهن رح يطلبوا؟ شو بيختلف هالحاكي عن الماضي؟ بدن يشوفوا اللي ما عندن عقل يفكروا موجودين بأعلى المناصب القيادية بالجيش التركي هاي العقلية دارت البلد ستين سنة ووصلتنا لهي المرحلة لسه الهل عم يشوفوا العالم متما هو أنا ما بسق كتير بأي بارس ممكن يقاوم وما يقبل بهي القائمة رمزي لو القرار إليك رح تمرر هاي اللائحة لا بس مجبورين أي بارس مجبور يمرر هاللائحة واللي رح نقوم باللازم حليت أمر بويراس؟ حليته واليوم رح يجي برأيي ما كان في ضرورة لنجيب هذا المهوس على البلد مرة تانية كل مؤسسات الدولة العليا صارت بين يدينا بشكل كامل السيد عادل ومن وراه مراد على مدار ما عاد رح يقدروا يعملوا أي شي بهذا البلد لازم يكون في وجهين للدولة أخي رمزي الوش الأول هو شفقة الأم الحنون والتاني الأبضة الحديدية الأبضة الحديدية هي بويرس واقف أعطيك الباقي واقف تمام تمام ما في دعي يا أخي خلاص خلاص ما في دعي تفضل مع وضين شكراً كتير إليك يا شيخ بارك الله فيك كارا ليش نحن هون معقول يكون هذا زلمته للمجنون كم مرة عاشت حياتك وانت متخبة تحت الأرض هذا الزلمة بيعرف يخبي حاله أخي ليش قاعدين هون وعم متحذر خلينا نروح نحاكي نهاد عم يحكي صح بدل ما نععد هون خلينا نحقق مع هالزلمة أركال ليش ما عم بسمع صوتك يا أبني إذا كان هذا زلمتنا هذا الزلمة خبح حاله بكل صبر فوق العشر سنين وانتو ما عم تصبروا عليه بايدين نحنا ما لازم نكشف حالنا طيب ماشي أخي كيف بدنا نعرف انه هاد الزلمة اللي عم ندور عليه كارا لقى مسبحتين بالسيارة اي شو الغلاط خلي أخي نهاد يروح لعنده على قولة بده مسبحة ويحاكيه نحن من زمان وقت كنا بالجنوب الشرقي كانوا العناصر المجندين متلنا يتسابقوا من بده يفوت بفرقة هذا المهووس تعرفوا تهور الشباب وقته قبل ما يوافق هذا المهووس على المجندين كان يعملون امتحان بعد ما يتجاوز العنصر كل اشكال المعاملة الوسخة كان بويرز يكافو اندغري ويدق على زند العنصر الوشمي اللي موجودة على زنده هو انا بعرف انه هذا المهووس بيعرف يرسون بس ما كنت بعرف انه بيدق وشم طلعني هاد شو صار معاك هاد هو زلمتنا كان في وشم على زنده قللي شفتوا الوشم مافي ايه عامل عملية ومازح بس اسهر ومبين هيا الاطلاعات الاشخاص الذين تم الاتفاق عليهم لتقييمهم ابني انا رئيس الاركان الجنرال اي بارس اذا كان الوزير ما انه مجهول خبره اني حابب التقييمهم معاك انا وانهر انا ايه ايه انا انه انا اترى الظهر معلم انا جوهان و بدي ااكلي لقمة تعال فكني راح جيبلك الاكل لهون بدي توضى يا عابد بدي غسر وشي بالمي خليني يروح ارتاح شوي معلم انا راح جيب المي لهون عابد شو صايبك ليش ما بتسمع كلامي عمال اللي عمل لك عليه مفهوم موسيقى 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 هات المفاتيح عطيني اياهم حبيبتي روي بدي غسر وشي عابد عم قل لك عطيني المفاتيح يالله ليلى لا تكبري القصة موسيقى 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 بقي شوي يا مورد لازم تصبر شوي لك علي صبر عم تحتين تطور وشي بالعوه تطع من هوا تخوّره مللعوا لبرة موسيقى 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 سيدي نحن رح ناخد قويرز من المطار انت عملت الخدمة العسكرية يا نافذ اعملت سيدي اذا في عسكري عادي حابب انه يلتقي مع الجنرال شو بيصير يا نافذ بالاول بيروح عقائد كتيبته وقائد كتيبته رح يبعثه لعند العقيد والعقيد رح ياخده يا ادمه للجنرال والجنرال بياخده لعند الماريشال بذاته خلينا ناخد بويرز بجولي على هدول الرتب خليه يعرف مرتبته يا نافذ سيدي انت رجال عصيم على الاغلب ويرز بهي السيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماتا ادمالي مبسوط على رجعتي عبلدي تركية على ادمالي حاسس بالقرف لاني عم شوفك كنت عم تخبرني يا نافذ ان الاوزبك بيعرفوا يربوا منيح الرجال بالسجن تبعهم شوف ما قدروا يربوا هالزلمة ماتا لاعدي بالسجن بيوز باكستان ما بتشبه بنوبه رحلة الاستجمام الطويلة بامريكا انا ماني جاي لاتناقش معك بامور المنفى والسجون والمعتقلين نافذ ربط له عينه اتاني الى هالقعور اذا بتقرب مني رح اقطع لك راسك هاد الحكي صار ورا ومشي حاله يا بويرز رح ترون وتشوف الشخص اللي طلعك من السجن سكر له عيونه ماتا انت فيك تطلع سيدي امكين تاخر الحكي شوي بس شكرا لان كنت ذكرتوني بويرز شايت انه قدري هزبوك مليح بالسجن عندهم ما كنت تعرف انه كلمة شكرا موجودة بقاموزها الحقيقة سيدي كنت مفكر انه الدولة نسيانتني شو صار اليوم اللي حتى تذكرتوني لانه الرجل يلي حطق هنيك ماعد بموقع القوة حاليا ان شاء الله بيكون بيئت انا اخذ عهد على حالي ايت للعادل وحالف يمين انشان تنفذ يمينك لازم بالاول تقضي على مراد علمدار وجماعته مين مراد علمدار هذا الاسطورة جديدة اللي روجتها عادل واصلان واشرب قدام الرأي العام بالبلد بعد ما ترحوك تعفن بالسجن باوزباكستان انا عصبت كتير انا عصبت كتير شو عم تنتظروا عندكم كنا عم نستناك تجي وليش كنتو ناطرين ما تحملوا الزخيرة شبكو بسرع على معلم ويرس جاي الهون حاضر يلا شو عم يعملون هادول عم يتجهزوا لانه معلمهم جاي عبد الحي هاي انت فليك وقف عند الزخيرة حاضر معلم عبد الحي احنا هون مكشوفين اذا مر بويرس رح ينتبه علينا هون ما تقلق ما رح يشوفنا لكو جاي من الطرف التاني معلين رح يمحوا اثرنا بهالزخيرة كلها خلينا نقوص عليهم ونستغل الفرصة اذا قوصنا رح ينتبه علينا بويرس ما رح نعمل شي لحتى يجي بويرس ويفوت هالبيت انا رح روح لقدام ورح تسلل وقوص علي عم يحمله الزخيرة ورح يبعث لكم انشاء وبعد ما خلص نهادو اركان فورا بيجوا من ورا عبد الحاي انت رح تكون معي بالابتحام كارا انتبه ما لازم نروح بويرس من ايدنا ماشي ماشي امن اشتركوا في القناة بحقي ماشي مرحبا معلي مالين فيك شيخنا لبعتلك الدان يا شيخ تفضلوا معلم وقت كنت ناطرك لتيجي ما تحملتني المسبح قمت فكرت فيا وصرت معلم ما سابق شوينو شفاق معلم وراد علمدار قتل أخونا شفاق صار الوقت اني اتعرف على هالمراد علمدار هذا يا حرب مو أخوك اللي كان ولد؟ ما شاء الله طلع خار الجهر دربته منيح مع الميل بيبوس ايدك ما تضحك كمل شغلك؟ حاضر معلم معلم كان لازم اتخبى معلم كل المخابرات كانت عم تلحقني معلم كنت عامل شيخ ما بيضبطلوش بمعي كان لازم تطع ايدك وته مدن ما تمسح الوش من اللي رسمتلك يا كان لازم تطع ايدك شيخا gew distancing معلم انتبه كارا لكن انت شو عب تعمليها كارا موسيقى 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 لازم نمسك الجهة من وراء ما غم نقدر نتحرك من مكاننا محليم موسيقى 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 اشتركوا في القناة يلا من هون حاصرناهم عبدالحي حاصرناهم ما رح يقدروا طعوا من هون ما تكون متأكد نيهاد أركان روحوا من هداك الطرف قعل معي ما رح اسمح انهم يتلوكم اشتركوا في القناة عبدالحي بكفيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور انا اليوم عندي عطلي ما فيكي تسأليني عن اي شيء وقت جابولك يا لهون كان حامل اسلاح معه وينه غراده بغرفتي استنيني هون شو ها؟ بالأخير رح تفتح عيونك يا حيدر رح تفتح عيونك يا حيدر رح تفتح عيونك يا حيدر ما انام كل الليل دكتورا هلأ لحتنا عم نعطي الأدوية على الوقت ومثل ما حضرتك قلتي عم نحاول انه ما فوت على غرفته غير للضرورة القصوى وبس ماشي دكتوري أصبح منشوفك المساة استاذي شو قالت الدكتورا؟ الأصعب شيء أول 24 ساعة طالما قدرنا نتجاوزها رح تصير الأمور سهلة ترجمة نانسي قنقر شو صار عبدالحي روحنا بويرز من بين إيدينا كيف قدر يكشف كل؟ قل لي كيف وضع المعلم؟ ممنح لازم نحكي مع المعلم ضروري ما بيصير هلأ عبدالحي مراد ما نبوضع بيقدر يساعدك بس المسألة كتير مهمة لازم لمعلم يكون عنده علم في مسألة مهمة أكتر من صحته وحياته؟ يمكن مهمة لنفس الدرجة مع الليم بويرز قدر يهرب من بين إيدينا كان حاسس أنه عاملين له كمين وين أهلي؟ معلم أنا بعدت رجع لع البيت لازم نروح لأهليك فكني عبدالحي يلا فكني لك هذا مجنون ومهووس وهلأ حياة أمي وأبي وبنتي بخطر إذا ما فكتوا لأيدي وصار شيء لحدا من عيلتي ما رح سامحكم طول ما أنا عايش ترجمة نانسي قنقر ما رح سامحنا print كي أبتم إلي plays بابا كنتم ناح؟ كنت رايح عالجامي يا خير بابا رجالي اللي عالباب ابعتهم على محل؟ وين بدي ابعتهم يا ابني؟ ليش ما نوم بمكانهم؟ رهف وامي وين ولا كان؟ امك بالبيت وراهف نايمي بغرفتها اهلا وسهلا يا ابني مرحبا امي كيفك؟ امي شو صاير لوشها؟ هي وعم تلعب وقعت طيب ليش ما خبرتوني؟ هاي طفلة لك امي كل ما بدا توقع بنا نتصل فيك معقول؟ بابا، انا وبحلم ولا حقيقة؟ لا حبيبتي حقيقة بابا حبيبي شويا ابني، ما بدك تشرح لي شو عمي صير؟ ما في شي مهم بابا كنت الان شوي هذا كل شي شوف بابا هي انا كمان عملت حدث مثلك يا حبيبتي عم يجعك لا ما عم يوجعني بالنسبة اللي عم تتوجع وانت انا ما عم بتوجع يا حبيبتي شو بابا شو عملت اللي هالرسمة الي اي حبيبتي ورجيني انا بالرسمة شي لسه ما خلصت بس تخلص وبرجيكي اياها عيلا موجودة فيا عابد اتصل بليلة سألها اذا كان بدا شي مفهومة معلم يعني رح تاخدنا لعند ليلة بابا اي حبيبتي ماما ممكن تلبسيها لرها واخدوا معكم شوية تتيال لحاخدكن يومين برات اسطنبول خير لك ابني عم تخلينا نقلق من هذا الحكي قللي شو اللي صاير شو تاتي ما بداك نروح لعند ليلة ونقعد معا مترجعك يا ستي الله يخليكي برحة نروح يا بنتي الحلوة بس بالاول لازم نغسل وشنا يلا تعي معي شفت جدو قلتلك البابا ما رح ينسى عند ميلادي ورح يعمل لي حفلة عند ليلة اكيد الحفلة رح تكون كتير حلوة طبعا يا بنتي ما رح ينسى ليش لا ينسى خير ابني على شو عم تطلع ولا شي بابا ولا شي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلتلك ابني ليش صافف لي هدول قدامي علم هدول كلهم بضحوا بروحهم كمالا هدول يلي رح يحاربوا تحت امرتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت كيف بتجيب لي واحد حاطت الوشم تبعي وعم تعذبني لك انت شو عامل طول عمري وأنا احلم بشوفتك مستعد قفديك بحياتي ومستعد الضحي بيلك أراز أعطيني سجين عندي ممنوع تحط وشم على إيدك أنا بحط لك يا لازم بالأول تستاهل الوشم أول شيء بدك تثبتلي أنك ما بتخاف من شيء يلي رح يشوف الوشم رح يقول قلبك حديد قلبك عم يغلي مثل النار وقتها بتقول بويرز هو يلي حط لي الوشم على إيدي أراز لا يلي هالنطل يلي رسم له الوشم بتروحه وتفقيله عيونه التنتين مشان ما يرسمه لحدة تاني عرب دفله إيده لهذا الشاب ما بديه يموت بالنزز هذا بيستاهل الوشم بس لا يتحسن أنا رح أرسم له الوشم بإيدي خالصوا شغلكم بدنا نمشي يلا ما لازم نخلي مراد على مداد ينتظر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي نور افتحي الباب حيدر الكلام اللي حكيناه بيضل بيناتنا ما بدي حدا يفكر اني ضعفت لأي سبب كان ماشي انتي ليش كنتي قفلي الباب انتي ليش اجيت لهون مو لازم تضل مرتبط انا سألتك سؤال اذا لاحظتي وانا كمان ما جاوبتك اذا لاحظت الدكتور كل شوي كان عم يدخل انا طلبت انه تسكر الباب كنت بدي اسأل عن الختيار الكبير وما بدي حدا يسمعنا كيف صرت انت نحنا صرحنا الضباط اللي كانوا عم يحاولوا انه يستقلوا بالجيش عنا وعن امرة الناتو والفريق جديد يلي اخترناه هو من الشباب يلي كله ايمان بالولاء لناتو اهتافه انبساطة كتير من هاد الحكي يا سينجر ما بدي على طول زكركم نحنا شو عملنا الناتو وقف مع تركيا بوش الخطر الشيوعي اللي كان على ابوابه البنتاجون ما اخذ بالتوصيات اللي نحنا بعثنا لهم ياها وقته وهلأ عم نشوف النتائج اللي طلعت بعد انهاء وصاية العسكر على الحكم بتركيا وبعد هالمرحلة نحنا رح نشوف شو رح يصير معنا بالمستقبل هاي المرحلة كانت ضرورية مشان السياسة تبعنا بالمنطقة التغيرات السياسية بالحكومة التركية هي رسالة جيدة للعالم الغربي وتحديدا لدول الناتو النظام العسكري اللي كان بتركيا كان عامل صمام أمان كبير لأمريكا شافوا شو عملتوا انتوا السياسيين وكيف عم تفكروا تخلصوا من تبعيتهم لأمريكا من شان هيك بلشوا يحسبوها الأخطار السياسية اللي عم يرتكبوها السياسيين الأتراك تجاه إسرائيل خلال هاي الفترة عم نلمس آثارة بشكل كبير بهاي المنطقة في حالفين حقيقيين لواشنطن نحن وإسرائيل بعتقد لازم نعزز علاقتنا من أول وجديد مشان هاد الشي بالذات بدنا من تركيا أنه تتماها مع حلف الناتو عسكريا إذا قررتوا أنه تعطوني الدعم اللازم بهذا المجال رح أقدر إثبتلكم وقدام العالم كله تركيا أهم عنصر لناتو بالمنطقة قل لي في شي مرتبط بالمنظمة يا سيد سنجر ما بعرف مين هاي المنظمة عم تقصد أنتو ولا الأمريكان ولا أوروبا ووراها الحلف ولا مين بالتحديد نحن رح ندعم المرحلة الجديدة وما في مشكلة شو ما بيصير بس إذا إيران اتدخلت بصراعكم مع المنظمة فهذا ما نومنيح وراح يكون تهديد كبير لوجود إسرائيل وتهديد على تركيا كمان أنا قدرت أفهم منيح ياللي حكيت لي بدك أنه نحارب المنظمة بس أترك جماعتكم ياللي جوات المنظمة لبينما أقدر أني أضرب مصالح الدول ياللي ما نهى حليفتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر